افتتح مشروع مسام لتطهير الألغام وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأحد مدرسة الشعب الواقعة بمدرية جبل حبشي بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها بشكل كامل وقام مشروع مسام بثوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية على طلبة المدارس البالغ أثناء حفل الافتتاح الذي غطته عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية وأوضح مدير مدرية جبل حبشي فارس المليكي أن مدرسة الشعب كانت تضم سبعمائة طالب وطالبة من مديريته جبل حبشي والمعافر وبعد تفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة اضطر الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعيدة بسبب خطورة الوضع فيها من جهته أعرب نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز الدكتور عارف الصامت عن امتنانه للجهود العظيمة التي قام بها فريق مشروع مسامة في تطهير المدرسة وتأمين عودة الطلبة للدراسة فيها في هذا اليوم البهيق الفرائحي نستلم مدرسة الشعب عكاد هذه المدرسة التي تعرضت إلى تدمير نتيجة الأبوات الناسفة التي تم تخزينها في الصرح التعليمي الذي شاهدناه هنا أمامكم مما أدى إلى تفجير ونصف عدد من الفصول التعليمية التي كانت درس فيها أبنائنا الطلاب وفي نفس الوقت ردم كثير من العبوات والألغام الناسفة التي بقت تحت هذه المخلفات وتحت هذه الأنقاض بفضل الله تبارك وتعالى وبقهود الإخوة في فريق مسام لنزع الألغام الفريق 22 حقيقة هذا الفريق الذي لن ننسى دوره الإنساني في هذه المدرسة والذي أعاد الفرحة والبسمة إلى أفواه أبنائنا الطلاب قام مشكورا بإزالة مخلفات التفجير الذي حصل لهذه المدرسة ونزع الألغام والعبوات التي كانت مطمورة تحت هذه الأنقاض واليوم أبنائنا يسرحون ويمرحون في هذه الساحة بكل فرحية وبكل أرحية بعد أن تعرض كثير من الأطفال لانفجارات نتيجة الصواعق ونتيجة العبوات الناسفة التي كانت مترامية هنا في هذا الحوش وأدت إلى انفجار وإصابات عدد من الأطفال طبعا كانت مدرسة الشعب عكاد ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب والقضائف التي لم تنفقر بعد كان هناك أكثر من 350 طالب وطالبة مشردة بفعل هذا التلوث للألغام مشروع مسام أعاد للطلاب في هذا اليوم في هذا التعليم الآمن الحياة الآمنة أصبح اليوم بإمكان هذا الطلاب أن يتعلموا في حياة آمنة في بيئة آمنة تدخل مشروع مسام تدخل كامل منظومة متكاملة عبر التوعية في مخاطر الألغام عبر نزع الألغام عبر إزالة الأنقاض الذي يمهد لإعادة الإعمار في هذه المدارس والتدخل الطارئ في 17 مدرسة ملوثة في محافظة التعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر